السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يا بنات هنغير ديكور دي هنجاقتنا. بابسط يعني حاجة مش مكلفة خالص. ابسط الامكانيات اللي عندنا. هنا انا عاملة لون موف واغدر وروز ولبني. مديها شكل مودرن طحفة جدا برغم ان هو كان حيطر وماضي مفوش اي حاجة. وباقل الامكانيات. تعالوا مع بعض نشوف هنحتاج ايه? اول حاجة هنحتاج ها ده اسمه هتلاقيه من عند اي موان وبخمستاشر جنيه تقريبا او بعشرة جنيه. وده مقص وحاجة توقفي عليها. ودول الديهنين متبقين عندي بصراحة من ريسيبشن انا من دلوقتي هعمل معيكو الطرقة. بس مركنين شوية فمحتاجين يتقلبه. ودي رول صغيرة. وانا مركبة فيها وصاية مقاشة طويلة. علشان بس اطول فوق. ودي خشبة انت مش محتاجاها. هتقلبي بيها الديهن. علشان يرجع تاني زي جديد. الديهن دوات بيكون عبارة عن ايه. انت بيكيبه علبة كبيرة لونها ابيض. وبتبدأ يتفضيها في علب صغيرة على حسب الحجم اللي انت عايزي. وفيه علب الوان كده صغيرة يعني الروس دوات علبة صغنانة كده لونها احمر. بتبدأ يتحطي نقطة نقطة لحد ما بتوصلي لدرجة اللون اللي انت حبيها. سواء رقيق او حاجة تقيلة علشان تبان مسلا انت تعمل بيها حاجة محتاجاها تباني يعني في القوضة مسلا. بنقلب مع بعض كده. حد ما يبقى جاهز اهو كده هو جاهز خلاص للديهن. وبنفس الخشبة ممكن تمسحيها كويس او بفوتها تشيني منها اللون او بخشبة تانية. انا هنا مسحت الخشبة بس. ودوات لون موف. هقلبه برضو. برضو نفس قصة. لونه ابيض وبردو عملته باللون دوات بالدرجة اللي انا عايزة وصلها. الليبو برضو كده لحد ما بقى لونه موف تمام. هنجيب الرول علشان بيبقى فيها شعر صغير او اي حاجات ممكن تبوز لنا الديهن. بنجيب حاجة صغنانة كده من التيب وبننضافها كده بكل بساطة. وبعد كده بنشطفها كويس بمية وبننفضها كده عشان تنزل المية منها. هي كده بقى الجاهزة للتيهن. نجهز بقى الحيطة بتاعتنا وننضافها كويس قوي. وانا جيبت مقاشة حطت فيها الفوتا عشان زراحة بسيارة شوية مش طايلة فوق. فقالنا نتعامل يعني نحاول نزبط دنيتنا باقل حاجة. دي البقتي هابتاق الزق التيب. آآ انتو ممكن تكبروا المسافات تصغروها تجيبوا تيب زغنن في مقساية برضو على فكرة من التيب دوت يعني. الشكل اللي انتو عايزين تعملوه اعملوه. اي حاجة في مخيالاتكو اعملوها. وبعدين هابدأ ادهن بقى ده الرز. آآ آآ حاجة مهمة قوي. انتو لما بتيجوا تدهنوا ما بتاخدوش يعني ما بتنزلوش الرول اللي تحت خلص كده في العلبة علشان تجيب الديهن كله. لا. ده غلط. بتعملي بتمسحيها كده من فوق. خلص زي ما تكوني بتصراحي الديهن. بحاجة بسيطة جدا كده من فوق. الرول بتاعتي هيدخل فيها الديهن. وبرضو ما يكونش كتير. وبرضو بتخبطي عليها كده بعد ما بتخلصي بتخبطي على العلبة بالرول. علشان تنزل اي زيادات منها. عشان ما تبهدلش معاكي الارض وكده. حابت ادهن كده زي ما انتم شايفين او باي طريقة انتم عايزين حابين تعملوها. وعلى فكرة انا مش متمرسة في الموضوع خالص. آآ يعني انا لسه ببدأ فيه بصراحة. بس آآ حابة غير الديكور يعني. انا من نوع اللي بيزهق بسرعة شوية او مش بيزهق بيحب التغيير. فا والتغيير بصراحة بيعمل آآ طاقة ايجابية جميلة قوي يعني. فغيروا برضو باي شكل انتي حابة جيف آآ في دماغك لان طبعا كل واحد وزوقه. وبابسط التكاليف وموضوع مش مكلف خالص على فكرة بالعكس انتي لو جبتي بقى نقش ومش هيعمللك اللي في دماغك. وفي نفس الوقت آآ هياخد مبلغ كبير. وما برضو بيتعابوا يعني ربنا يوفقهم. بس آآ انه ممكن تغيير بيتك من غير ما تكلفي نفسك كتير. واحساس ان انتي عاملة حاجة بنفسك. ده الواحد يعني حاجة تدفع فيها فلوس بصراحة. حتى لو حاجة بسيطة او حاجة مش مظبوطة قوي مش مشكلة. احنا لسه بنبدأ مع بعض يعني احنا مش متمرسين في المهنة قوي. احنا بنبدأ مع بعض. واديني بعمل في بيتي. وبيطلع الشكل جميل قوي في الاخير على فكرة وبيدي روح كده للمكان جميلة. انا كان نفسي عامل هنا اربع برضو زي الريسيبشن اربع الوان. بس للأسف هما دولة الدس اللي فضلوا من الريسيبشن. فقررت ان انا هعملها بيوم هما الاتنين وخلاص. وان شاء الله تطلع حلوها. وتعجبكو يعني ازن الله. حاجة مهمة قوي برضو يا بنات في الهان. الرول في البداية معي مش عارفة هي كل الرولات كده ولا هي دي بس. دي كانت رخمة قوي بصراحة معي. ما كانتش بتلف. فلما ما بتلفش بتحس ان هي بتعمل خطوط كده سواء بتشديها لتحت او بتطلعيها فوق هي بتعمل خطوط. فما بيبقاش مديها شكل الهان مزبوط كده. لأ بتحس ان انتي مبهدلة فيه بصراحة. فانا بصراحة فضلت وراها لحد ما بدأت تلف معي. ولما بدأت تلف ادي لشكل مختلف تماما. الشكل بقى لو نقاشين المتمارسين في المهنة بيعملوه. ما بيبقاش فيه حاجات مجدودة لتحت او طالع الفوق او حاجة مش مزبوطة. لأ بتبقى كلها مزبوطة. ودلوقتي انا ببدأ بالموف وعايز اقول لكم عنوة مهمة جدا انا مجدت شرولة تانية. احنا هنوفر مع بعض بكل الطرق. كل اللي انا عملته ان بس خلصت العواميد كلها بتاعت الروز. وبعدين دخلت غسلتها بشامبو عندي بصراحة اكسباير. فغسلتها بيه وبعدين شطفتها. ومساحتها بفوتة كويس قوي. وبعدين غسلتها تاني برضو وشطفتها. وقبل ما استخدمها نفطتها جامد قوي علشان تنزل الميا اللي فيها ما تبهدليش الديهين. وبرضو احطها على الموف آآ من ع الطرف برضو. برضو مش هغمزها من تحت العلبة يعني. علشان ما يبقاش معي دهين كتير فالدنيا تبوز مني والارض كلها تبهدل. وهنا يا بنات انا ما حطتش حاجة في الارض انتوا عندكم حطوا آآ جرنون. علشان لو اي حاجة نزلت ما تدوش علي. انا هنا نضفت بعد ما خلصت بس انتوا آآ حطوا جرنون او آآ اي حاجة. وطبعا نشيله السجيات تماما علشان الدنيا متبهدلش وتدو علينا في الاخر. ان شاء الله هنغير مع بعض برضو القوض. انه يعمل معيكو حاجات كتير بازن الله. وآآ حبيت ان انا شارككو بيها علشان لو في واحدة مثلا بنوتة لسه بتجاهز شقتها. او واحدة زي حالاتي كده متجاوزة بقالها شوية ومحتاجة تغير. فتغيير حلو بيدي. طاقة ايجابية تخليكي تعملي اكتر واكتر في البيت حتى لو انت تعبانة. بنعمل الموف سيما انتم شايفين كده. وبصراحة الحتة اللي فوق الباب دي انا ما كنتش طيلاها. فجوزي ربنا يكرمه يعني لما رجع من الشغل هو اللي زقها لي وانا ده همتعه. هنشوفها دلوقتي بعد شوية هتلاقوها مدهونة. وبرضو الرول غلبتني جدا لحد ما تلف. لو انتم مركزين بصوا في الديهان آآ هي كده بدأت تلف. الاول ما كدش بتلف. لو شايفين كده مركزين هتلاقو حتى اللون. اللون بتاع الدهان اختلف. ما تنسوش السابسكرايب. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك. واي بنت او مادام. حابة تعمل فعلا الفكرة دي ياريت تسيبولي كومنت. هتبسطوني جدا. وتوروني شغلكو فيديو مأسان او صورة او لينك اي حاجة. اشوف فيه الشغل برضو بتاعكو. هبا موسوطة جدا. وانا عندي افكار كتيرة على فكرة ماشو بس الفكرة دي. فاشجعوني علشان اعمل افكار تانية كمان معيكم. سوري على الراس الزغنانة دي. دي راس ابني. انا عندي ابن وبنت. ربنا يحميهم يعني. بحاول اعمل حاجة منهم. دلوقتي كده احنا خلصنا خلاص الموف كله. والروس كله. برضو بعد ما تخلصي لازم تخسلي الرول. علشان تسيبيها المرة تانية. هي مش بيستخدام مرة واحدة وبتترين. اخسليها وبردو سيبيها وشيليها في مكان نظيف. لمرة تانية ان شاء الله تعمليها تاني. دلوقتي بقى هنبدأ نشيل التيب دوت. وبصوا بمجرد ما بيتشال خلاص هو بيبقى خط مفصول الموف لوحده والروس لوحده. وفي النص خط صغنان كده. اللي هو الرمودي. بيبقى بيتي شكل تحفة جدا. هشيل بقى كل التيب او ده الجزء اللي فوق الباب. اللي جوزي ربنا يكرمه هو للازقهولي. ليكم ولو اي حد عنده فكرة ياريت يقولها لي. وده كده الشكل النهائي مدي اروح جميلة جدا. وشكرا تاني على مشاهدتكم وياريت انتنسوش السبسكرايب ويلايك للفيديو.